ثمانية عشر عاما على الغزو الأمريكي لأفغانستان والإطاحة بحكومة طالبان غزو كان أبرز أهدافه هو التخلص من زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن بعد أن حملته الإدارة الأمريكية آنذاك مسؤولية تدمير برجي التجارة في نيويورك عام 2001 ولمن لا يعرف فإن الحرب على أفغانستان هي الأطول في تاريخ الحروب التي خاضتها وتخوضها الولايات المتحدة خارج أراضيها منذ أن بدأت الأخيرة حربها الافتراضية على ما أطلقت عليه لاحقا نسم الإرهاب ومع دخولها عامها الثامن عشر يخشى الأمريكيون أن تدخل الحرب على أفغانستان أدراجا نسيان مع انخفاض نسب الاستطلاعات حولها وانخفاض الاكتراث الشعبي بهذه الحرب على الرغم من بلوغ هذه الحرب أوجه في السنوات الأولى من ولاية الرئيس السابق باراك أوباما بوجود 140 ألف جندي أمريكي عام 2010 الحرب على أفغانستان بعد مرور نحو عقدين من الزمن لم تجلب غير الويلات للأفغانيين على جميع المستويات بينما كلفت الحرب القوات الأمريكية خسائر في الأفراد بلغت نحو 20 ألف جندي أمريكي بين قتيل وجريح وبميزانية تخطت حاجز 900 مليار دولار واليوم يسعى الرئيس ترامب إلى مصالحة أوسعة في أفغانستان وتحقيق انتصار سياسي يفضي إلى خروج قواته منها في إطار استراتيجية جنوب آسيا التي أعلن عنها ترامب في شهر آب من العام الماضي عوامل عدة تصب في غير مصلحة السياسة الأمريكية الحالية في أفغانستان أولها عدم استعجال حركة طالبان للحوار مع واشنطن لا سيما بعد اتساع مناطق سيطرتها وتوقف الدعم الأمريكي لما سميت بجهود إعادة الإعمار في مقابل انخفاض حاد في شعبية المسؤولين الأفغاني الحاليين وتفشي الفساد المالي والإداري بشكل أوسع منذ قبل